دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التمسل والحوال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رفع السماء بلا عمد ومهد الأرض وجعل الجبال لها وتد وأرسل إلينا خير نبي بخير كتاب ومن علينا وأفاض علينا بأن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين ولي الأبرار ولي الصائمين ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومعلمنا محمد رسول الله يا رب صلي على النبي المشتبى ما غردت في الأيك ساجعة الربى يا رب صلي على النبي وآله ما كوكب في الكون لاقى كوكبا يا رب صلي على النبي وآله ما أمت الزوار نحوك يثربا يا رب صلي على النبي وآله ما قال ذو كرم لضيف مرحبا يا رب صلي على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى يا رب صلي على النبي وآله ما صاح داع للأذان وكبرا يا رب صلي على النبي وآله ما جرح في سبيلك جرح أو براء بالله عليكم يا متلذذين بذكره صلوا على الحبيب فما أحق وأوجبا صلوا على من تدخلون بهديه دار السلام وتبلغون المطلبا صلى وسلم زل جلال عليك منا تقربا وتوددا مرحبا بالسادة المشاهدين في برنامجكم هذا ديننا واليوم إن شاء الله نتحدث عن خلق الحياء الحياء معناه أنه إذا وجد في الإنسان ترك قبيح الأقوال وقبيح الأفعال ولم يفرط في حق ذي الحق الله أكبر عن عبد الله بن مسعود قال قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لمن؟ يقول للصحابة استحيوا من الله حق الحياء قال قلنا كلنا يستحي يا رسول الله والحمد لله قال ليس ذاك إنما الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعاء والبطن وما حواء والتذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياء لو لا الحياء ما بر والد لو لا الحياء لم تصر رحم لو لا الحياء لم يوفى بعهد لو لا الحياء لم تعد أمانه لو لا الحياء ما سطر إنسان عورته لو لا الحياء ما ترك إنسان الفحشاء لو لا الحياء ما نادى لو لا الحياء ما نادى إنسان على ربه يقول يا رب استرنا بسترك يا ستير لما أخي الحبيب لأن الحياء خلق هذا الدين عن أنس بن مالك قال قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء رواه ابن ماجة أخي الحبيب رجل يطلب الوصية من رسول الله يطلب النصحة من رسول الله فيما يروي أبو سعيد الخدري وفيما يروي سعيد بن زيد الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله فقال يا رسول الله أوصني تخيل أن رسول الله يوصي كل محمدي الآن صلي عليه صلى وسلم عليك يا الله صلى وسلم عليك يا رسول الله أخي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنصحك أن تستحيي من الله كما تستحيي رجلا من صالح قومك معنى كلام حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم أنت تأتي فاحشة أمام رجل من الصالحين أنت تأتي بقبيح الأفعال أو حتى تأتي بقبيح الأقوال أمام رجل صالح لا وربي النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يراقب هذا الصائم ربه أراد أن يراقب هذا المؤمن ربه إذا خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب سيدنا عثمان بن عفان الحيي الذي كانت تستحيي منه الملائكة الذي تزوج ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبيب صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا عائشة يجلس في بيته كاشفا عن فخذيه فاستأذن أبو بكر أبو بكر أول من يطرق باب الجنة بعد رسول الله أبو بكر الصاحب في الغار فإذا به يأذن له وهو على حاله صلى الله عليه وسلم لم يعتدل فحدثه ثم استأذن عمر الفاروق عمر الذي فرق الله به بين الحق والباطل الذي ما رآه الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجه فإذا به يستأذن على رسول الله وهو كاشف عن فخذيه فإذا برسول الله يأذن له ولم يعتدل فحدثه ثم استأذن عثمان بن عفان سيدنا عثمان بن عفان الحيي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن فإذا به يأذن له ويعتدل رسول الله في الجلسة فقالت أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تأبه له ولم تهش له ولم تعتدل في جلستك ولم تغطي عن فخذيك ودخل عمر ففعلت معه مثل ما فعلت مع أبي الصديق وما إن دخل عثمان بن عفان حتى اعتدلت في جلستك يا رسول الله قال لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن يا الله لماذا استحق هذه المكانة ولماذا استحق هذه المنقبة وهذا الوسام العظيم لما أخي الحبيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تبرع سيدنا عثمان بماله كله وأسكنه النبي في بيته فكان في الطابق الأعلى متزوجا بالسيدة رقيه بنت رسول الله فيقول سيدنا رسول الله لقد عاش معي عثمان سنة لم أسمح فيها خشخشة الماء في طشطه يا الله ما هذا الحياء لماذا يا عثمان قال لم أرجو ولم أريد أن أضيق على مسامع رسول الله بخشخشة الماء في الطشط يا الله ما هذا الحياء الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يا أخي الحبيب أين الحياء الآن في مجتمعاتنا بالله عليك هل يستحي الولد من والده هل تستحي البنت من أمها ناهيك هل يستحي الجار من جاره أين خلق الحياء لو كان الحياء بيننا فهو طريق الجنة لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي أبو هريرة تقال الحياء من الإيمان والإيمان من الجنة والبذاء والبذاء ضد الحياء والبذاء من الكفر والكفر من الجفاء والجفاء في النار صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله والله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه أنت يا من تستمعين إلى هذه الحلقة المباركة الآن عندما تستمعين معي إلى هذا الكلام من أمنا عائشة التي قالت في حديثها قال الحبيب المصطفى يدفن النبيون حيث يموتون فمات رسول الله على فراش أمنا عائشة بين سحرها ونحرها فانقلب الفراش إلى قبر قالت فكنت أزور رسول الله زوجي وأنا قد وضعت الحجاب أي كشفت عن شعرها وعن وجهها قالت فلما مات أبي دفن بجواري الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فكنت أزور زوجي وأبي وأنا واضعة الحجاب أي لم أتحجب أي أنها تزور أباها وتزور رسول الله في قبرهما دون أن تضع غطاء الرأس على رأسها قالت فلما طعن عمر ونال الشهادة واستأذن أن يدفن بجوار صاحبيه رسول الله وأبي بكر الصديق فوالله ما دخلت لزيارة القبور إلا وشددت علي ثيابي ووضعت الغطاء على رأسي يا الله ما هذا الحياء وأين نحن من هذا الحياء والله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه إن هؤلاء العظماء وإنهن العظماء التي يجب على نسائنا أن يمشين خلفهن لأن خلفهن طريق يؤدي إلى الجنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يروي أبو أيوب الأنصاري قال إن من كلام النبوة الأولى إن من كلام النبوة الأولى وإن من سنن المرسلين أربع صل على النبي أما الأولى فالحياء أما الثانية فالطيب أما الثالثة فالسواك أما الرابعة فالنكاح بل اسمع بعدما تصلي على الحبيب رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وستون شعبة والبضع من الثلاثة إلى التسعة من الثلاثة إلى التسعة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم بل إن رسول الله يقول الحياء كله خير الحياء كله خير قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يسمى أبو بكر أبو بكر هذا كان يبيع أقمشة يبيع قماش ينادي على الناس معي ثياب فكانت تنادي عليه النسوة وكان ينادي عليه الرجال فنادتهم رأة في يوم من الأيام وقالت له يا أبا بكر أريد متاعا فذهب إلى بيتها طيب معنا اتصال معنا محمد السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا محمد لسانة وانتو طيبين وحضرتك بالصح والسلامة والسامعين بقولك يا شيخ بس تجاوبني بعد ما أقفل تفضلي بقولك أنا بقرأ القرآن من المصحف فبشغل الموبايل وبشاور بصباعي على كلمة كلمة عشان أنا ضعيفة في القراءة تمام عايزة أشوف ده صح ولا غلص طيب يا محمد ده أثناء الصلاة ولا في غير وقت الصلاة لا فبختم الكرآن آه تمام في غير وقت الصلاة آه طيب أي سؤال تاني يا محمد لا شكرا أجيبك إن شاء الله أبو بكر نادتهم رأى فقالت يا أبا بكر أريد متاعا فوضع لها المتاع فغلقت الأبواب وقالت له أريدك أنت فذكرها بالله فلم يأبه فذكرها بالقبر فلم تأبه فذكرها بالموت بالحساب بالجنة بالنار قالت إن لم تفعل صرخت وجمعت عليك الناس وفضحت في أهلك وفي ناسك وفي بلدك قال إذن إذني لي أن أتزين لك قالت أذنت لك فدخل إلى المراحيض إلى الحمام ووضع من العذرة ووضع من الغائط على بدنه وعلى جسده ثم خرج إليها برائحة كريهة فقالت أهبلت أمجنون أنت وفتحت له الأبواب وقالت خذ متاعك واخرج لأريدك هنا فتبعه الصبيان يقولون الأب له المجنون صاحب الرائحة الكريهة حتى وصل إلى بيته فاغتسل ثم خرج ولمس الملابس ثم صلى ركعتين شكرا لله ثم نام هذا الرجل بعدما حمد الله أن أنجاه الله من الزلل فرأى فيما يرى النائم من يقول له تركت هذا من أجلنا يا أبا بكر فأرضيناك عند لقائنا فلما قام من نومه وجد رائحة المسك تفوح من بدنه رائحة المسك تفوح من بدنه فكان كلما مشى في طريق في أول النهار إذا مر الناس في آخر النهار وجدوا رائحة المسك فلقبوه بأبي بكر المسك فلما مات كانت الرائحة الطيبة في بدنه معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم أشياء تفضل يا حبيب الله يباريك فيك يا رب طيب أستاذيناك اتحرك بس في مكان فيه شبكة عشان صوتك يوضح معي اتفضل يا حبيب طيب نجاوب على السؤال الأول لممحمد بتقرأ القرآن من المصحف في غير وقت الصلاة وتقوم بتشغيل الهاتف فهذا جائز ولا حرج إن شاء الله وأسأل الله أن يبارك فيك يا أم محمد ومن على شاكلتك من أهل مصر والمسلمين أجمعين إنه ولي ذلك والقادر عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول القارئ للقرآن الماهر به مع السفر الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فله أجران أجر القراءة وأجر التعتعه أو كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحياء قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك إنما الحياء الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى سبحان الله أن تحفظ هذه الرأس ألا تسجد لغير الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأن لا تتكبر بها على الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر تواضع أخي الحبيب لأن أولك نطفة وآخرك جيفة وتحمل ما بين ذلك العذرة الحبيب النبي قال أن تحفظ الرأس وما وعى في الرأس العينان قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن رجل من صحابة رسول الله يمشي في طريق في يوم من الأيام فرأ امرأة وضيئة فأخذ ينظر إليها حتى ارتتمت رأسه بجدار فشجت وسال الدم على وجهه قال والله لا أمسح الدم حتى آتي إلى رسول الله فذهب إلى النبي وقص عليه ما حدث فقال له رسول الله اجلس حتى نزل قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إلى آخر الآيات طيب معنا الأستاذ أحمد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام الله يسطورك يا أستاذ أحمد سامعك يا حبيبي أسمعك تفضل أماجر القرآن لازم يكون متوضي طيب حاضر وبعدين ثلاث قيام الليل لا أستاذ الله تمر رقعات ولا عشر رقعات حاضر شكرا أي سؤال تاني أستاذ أحمد شكرا حبيبي شكرا مولانا الأستاذ أحمد يقول هل قراءة القرآن هل يجب عليها أن يكون متوضي هذا رأي الجمهور أن الوضوء شرط في قراءة القرآن أما هناك أصحاب الأعذار يعني رجل عنده قولون عصبي رجل عنده غازات فهذا الرجل لا يستطيع أن يمسك على وضوءه فهذا أجاز له العلماء أن يقرأ القرآن من غير وضوء كذلك لو أن هناك ولد يدرس وعليه ورد وعليه أجزاء من القرآن سيتم الامتحام فيها وفقد وضوءه فهذا أجاز له أن يقرأ القرآن بلا وضوء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يذكر أن تحفظ الرأس وما وعى في الرأس اللسان لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنوا وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعينوا يا أخي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من صخط الله لا يلقي لها بالا يدخله الله بها جهنم اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين أنت ولي ذلك والقادر عليه أيها الصائم يا من تشاهد هذه الحلقة المباركة الآن على هذه الشاشة المباركة الآن إياك أن تتبع عورات المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتبع عورات المسلمين فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه في عقر داره وفي رواية فضحه في رحله أو كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله أن تحفظ الرأس وماء وعاء والبطن وماء حواء طيب معنا الأستاذ الشيماء السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلامة ومتدورك تفضلي حضرتك تفضلي حضرتك تفضلي حضرتك يعني شكاية بيني وبيني جوزي في وجه علي الظلم الشديد فمش عارف أتصرف في إيه ومعي يا جوزي تاني كده يا أستاذ الشيماء معلشي عيد السؤال بقول لحضرتك أيوة إن حضرتك أنا في مشاكل بيني وبيني جوزي تمام ووضع علي الظلم الشديد مظلومة بجد تمتعها تمام تمام وتأني حاجة أنا معايا جمتين تمام جوزي على كل نايم من الشغل أنا مش عادت أعمل إيه يعني أنا مش عادت والله أتصرف كيف أنا من محافظ الصهاج ربنا يبارك فيكم يا أهل صهاج وأهل مصر أجمعيه أي سؤال تاني يا أستاذ الشيماء يعني سبحان الملك أيها الزوج عندما أتى سيدنا معاوية بن حيدة إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح ولا تضرب الوجه ولا تهجر إلا في البيت لك القوامة الله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم إذا كنت بخيل وإذا كنت لا تعمل فأنت تضرض القوامة التي أعطاك الله إياها يا أخي الحبيب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار أطعمت به مسكينا ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقت على أهلك فاعمل واشتهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أمسى كالا من عمل يده بات مغفورا له إياك أن تشتكي زوجتك لأنك لا تعمل بل اعمل واشتهد وأعلم أن المعونة على قدر المؤنة والصبر على قدر البلاء والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما رأى يد أحد الصحابة وقد أثرت فيها الفأس والأداة والمسحاة فقال إن هذه يد يحبها الله ورسوله معنا الأستاذ محمود السلام عليكم ورحمة الله أي فضل يا سيد محمود السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حكمك قرآن المغربة في الرمضان ألوى سنة يعني اللي هو في المزياء مثلا في المزياء في المسجد طيب يا حبيبي حاضر أي سؤال تاني يوسم محمود شكرا يوسم محمود يسأل حكم قرآن المغرب يعني أخونا هذه من البدع لم ترد عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن في عهد الصحب الكرام ولا في عهد السلف الصالح إنما يكفيك من القرآن أن تقرأه أنت بنفسك وتتدبر فيه فإن لك بكل حرف حسن والحسن بعشر لا أقول ألف لا ميم حرف كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يرتل هذه الآية على مسامع الصحابة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فدائما وأبدا داوم على تلاوة القرآن وعلى تدبر القرآن واعلم بأن القرآن سيكون صاحبا لك إلى الجنة بإذن الله الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة أن يحفظ البطن وما حواء لما أخي الحبيب أي لا تدخل هذه البطن حراما لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به والله طيب معنا الأستاذ علي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم أستاذ علي السلامة وبركاته تفضل يا حبيبي أسمعه أي يا صديق عليكم السلامة وبركاته حضرناك أفن الله يسطورك يا أستاذ علي أنت والسامعين والمسلمين أجمعين سب الدين سب الدين أي سؤال تاني يوص علي لا شكرا يعني سبحان الله الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية وابن كثير يقول جرت العادة أنه من أحب شيء عاش عليه ومن عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه أو تدري أخي الحبيب أنه ربما سببت الدين أو لطنت الخد أو شققت الجيب يعني شققت الملابس طلعت من هدومك وتموت على هذا الحال ستبعث على هذا الحال أخي الحبيب تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من فتى أمس وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة العرس وكم من صحيح مات لا من علة وكم من عليل عاش حينا من الدهري أنت سببت الدين ماذا تصنع أولا أغتسل كغسل الجنابة كأني سأدخل إلى الإسلام حديثا لما؟ لأنك بسبك للدين خرجت من الملة أنا اغتسلت بعد ذلك أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخلت الإسلام أصلي ركعتين بنية التوبة وأستغفر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا أما بالنسبة لصيامه عليه أن يقضي يوما آخر غير هذا اليوم بعد رمضان إن شاء الله يصوم يوم مكان اليوم اللي سب فيه الدين لأنه بسب الدين خرج من ملة الإسلام أي كفر أي أنه لا بطل صيامه وفسد صيامه إلا أنه يمسك في هذا اليوم لباقي اليوم حتى يؤذن المغرب ثم عليه قضاء هذا اليوم فيما بعد معنا اتصال آخر أم يوسف السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام عليكم كل عام وحضرتك بالصح والسلام يا أم يوسف اتفضلي أنا متجاوزة وزوج يسافر لي ثلاث سنين ومش بيسأل ثم صاف ومش بيسأل ثم يا أم يوسف نعم معلش وضحي الكلام أنت حضرتك بتقول لي متزوجة وزوجك إيه سافر لي ثمان سنوات سافر ليه ثمان سنوات تمام ومش بيسأل فينا ولا فعصريك ولا أي حاجة طب صافر خارج مصر ولا داخل مصر ليبيا ليبيا تمام وبعد كده إيه هو عادي يسلم منه بس بيش عاوز يصرف عليه طب أنتو بتكلموه بتتصلوا بيه بتتصل بيه ومدي شكري منها ويقول لي أنتو لسا جاعدة دلوقتي ومش أنتو لسا جاعدة دلوقتي ده أنتو لسا وجدت يا أدو حمانا ومش تو ومش ده أنت معاك أولاد جاديها أم يوسف معاك حد غير يوسف لا بنا بارك فيه طيب حاضر حاضر أجيبوك إن شاء الله يعني سبحان الله نفس المشكلة وكأن مشكلة الرجال في العمل والإنفاق على الأولاد والله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه حارب النبي البطالة عندما جاءه شاب يسأل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء في البيت قال نعم عندي قعب وعندي كساء نفترش بعضه ونتغطى ببعضه قال أتيني بهما قعب يعني كوب أو إناء يشرف فيه الماء والكساء هذا فرش فإذا به يأتي بهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من يشتري هذين فقال رجل علي بضرهم يا رسول الله قال من يزيد قال علي بضرهمين يا رسول الله رجل آخر من صحابة رسول الله فأعطاه ما له وأعطى الضرهمين لهذا الشاب الذي جاء يسأل وقال اشتري بضرهم من طعام لأولادك واشتري بالآخر حديدة مسحاتا يعني إيد أو حديدة ليد فأس ما نسميها كفلاحين مجتمع الفلاحين الآن فجاء بهم جاء بالحديدة هذه وضعها النبي في عود وقال اذهب واحتطب خمسة عشر يوما ولا أراك فجاء الرجل بعد خمسة عشر يوما يوما وهو معه خمسة عشر درهما اشترى طعاما وشرابا وكساء فإنت بتعمل في ليبيا أكيد معك مال فلماذا تبخل يا أخي الحبيب ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه اعلم تمام العلم أنه مكتوب على باب الجنة لا يدخلها بخيل والله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه لو كنت رئيسا لأعظم الدول لو كنت رئيسا لأعظم الهيئات وأنت بخيل مع أولادك اعلم أنك مكروه بين أولادك فاتق الله في أولادك لأنك ستسأل عن أولادك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال والرجل راع ومسؤول عن رعيته فاتق الله في أولادك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حرج على الصحابة أن يدخلوا إلى بطونهم الحرام فها هو أبو بكر الصديق تقول أمنا عائشة كان لأبي بكر غلاما يأتيه بالخراج الخراج هذا اتفق هذا الرجل العبد مع سيدنا أبو بكر أن يسدد مالا عليه حتى يعطقه ويعطيه الحرية فكان من ضمن الخراج الذي يأتيه به الطعام فجاءه يوما بطعام وكان سيدنا أبو بكر اشتد به الجوع فمد يده وأكل ثم تذكر واللقم في فاه في فيه فإذا به يقول من أين أتيت بهذا الطعام أيها الغلام قال من كهانة كنت قد تكهنت بها لرجل في الجاهلية وأنا أصلا ليست ماهرا بالكهانة فإذا بسيدنا أبو بكر وضع يده وإصبعه في فيه ثم استقاء فقال له الصحابة حون عليك يا خليفة رسول الله إن روحك تكاد أن تخرج قال والله لقد سمعت حديثا لرسول الله يقول كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به ثم توجه إلى بارئ السماوات والأرض قائلا اللهم إني أبرأ إليك مما خالط الدم والعروق يا الله ما هذه العفة وما هذه الطهارة أخي الحبيب معنا الأستاذ عبد عزيز السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحديدة الدكتور الله يسترك يا حبيب كل عام وانت فيه وحضرتك بالصحة والسلامة أستاذ عبد عزيز الله يبارك فيك جاري العزيز يعني أنت حضرتك أنت في الأيام باري حكي ده أرحينا الله يسترك الله يبارك فيك الله يا بكتور فتعيز بس أستفسر حضرتك حد يعني أنا كنت حاطف لت أمسك البنس هل عليه حضرتك ذكاء الدين حاضر يا حبيب أجيبك إن شاء الله أي سؤالي أستاذ عزيز حضرتك بالصحة والسلامة بارك الله فيك وفي أدبك يعني سبحان الله مئة ألف في البنك وطبعاً إحنا بنبص لهذا المال أسأل الله أن يعني ما يكونش له ربح سابت يا سلام عزيز نحسبك على خير ولا نزكيك على الله لأنه لو نأه ربح سابت فإن هذا المال فيه شائب من الربة والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربة أضعاف مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وإن شاء الله أنت من أهل الطاعة وإن شاء الله تنعم بجوار الحبيب في الجنة أنت والسادة المشاهدين الكرام إن شاء الله إنما إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول يعني عم هجر كامل من رمضان إلى رمضان والنصاب ما يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب أي ما يعادل حوالي ثلاثة وستين لخمسة وستين ألف فحضرتك طالما حال عليه الحول بتطلع اثنين ونصف بالمئة اثنين ونصف بالمئة يعني على الألف خمسة وعشرين إن شاء الله وأسأل الله أن يتقبل منك بإذن الله الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يخاف من الحرام لأنه سمع الموعظة من رسول الله أن تحفظ البطن وما حوى أن تحفظ البطن وما حوى فإذا به يعطي للمهاجرين الأول لكل مهاجر أربعة آلاف من الدنانير وجاء عند ولده عبد الله بن عمر فأعطاه ثلاثة آلاف وخمسمائة فقال له الصحابة لما لم تعدل في ولدك يا أمير المؤمنين قال لأنه هاجر مع أبيه أنا حملته في الهجرة لم يهاجر وحده فلا أساوي بينه وبين من هاجر بنفسه انظر أخي الحبيب الحياء وهناك امرأة ضربت المثل في الحياء والله في على إحدى الطرق السريعة كان هناك أوتوبيس وقام بعمل حادث حادث مروع فإذا بشيخ من المشيخ يقول اقتربت من الحادث فوجدت النساء منهن من يصرخ ومنهن من يبكي وإذا بامرأة على جانب الطريق الدماء تسيل منها وتنزف وهي ترتل القرآن ترتيلا خفيفا تسمع به نفسها فدنوت منها فقالت اتق الله إياك أن تلمس جسدي اتق الله ولا تمسني ولكن غط ما ظهر مني أستحلفك بالله قال فدنوت منها وأردت أن أعد لها ما كسر من أعضائها قالت والله لا أسامحك فلما جاءت سيارة الإسعاف واقترب منها المصعفون قالت لا تحملوني ولكن انتظروا المحارم حتى يحملوني انتظروا زوجي فحملوها مجبرين على ذلك أغشي عليها فجاء زوجها ونظر إليها وإذا به يبكي ويقول لهذا الشيخ والله ما تركت قيام الليل ليلة واحدة والله ما كلمت أحدا غيري والله كانت عفيفة كانت زاهدة كانت مطيعة فإذا به أفاقت هذه المرأة ونادت عليه وقالت يا زوجي أريدك فلما دنا منها قالت أستحلفك بالله أن تسامحني قال لها ولما قالت لأن المصعفين وضعوا أيديهم على جسدي دون إرادة مني وأنا لا أريد أن ألقى الله بذنب يا الله هل تستمعين أيتها الأخت هل تستمعين أيتها البنت هل تستمعين أيتها الزوجة هل يستمع الشباب هل يستمع الرجال هل يستمع من يهتك الأعراض عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم من يزني في بيت بألفي ذرهم في بيته يزنى بغير الذرهم من يزني يزنى به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي إن الزنادين إن أقردته كان الوفا في أهل بيتك فاعلمي يا هاتكا سطر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلم اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن لسان لا يذكر ومن جسد على البلاء لا يصبر اللهم عنا على الصيام وعلى القيام اللهم عنا على صالح الأعمال اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا اللهم استر بناتنا واستر نساءنا واستر أعراضنا أنت ولي ذلك والقادر عليه دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين السعادة والسلام عليكم ورحمة الله دين السعادة والسلام عليكم ورحمة الله